اللهم صلي وسلم دعالة على العربي الأشير وحالة على العربي سيده وحالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا لما أنهى الشيخ رحمه الله تعالى الكلام على ترتيب الصلاوات المشتركتين الوقت وعلى قضاء الفوائد صارت تكلم الآن على أوقات تحريم النفل وكرهيته هناك بعض الأوقات يحرم على المكلف أن يصلي فيها النافلة وهناك بعض الأوقات تكون نافية فيها مقروهة يكره له صلاة النافلة فيها النافلة هي كل ما سوى الفرائد الخمس كل ما سوى الصلاوات الخمس طيب الحال الجمعة والجنازة يتباريها فرائد كفاية والجمعة عوضا عن الظهر ما سوى هذه تسمى نوافل منها ما هو مؤكد كالويتر أو كدها قاربي للفرط الويتر هو أدنى بعد صلاة الخمس يأتي الويتر والعيدين ونحو ذلك مؤكدة ومنها ما هو خفيف كتحية المسجد كالرواتب قبل الظهر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب ونحو ذلك كل هذه النوافل بأقسامها كلها ضحى ونحو ذلك كلها تحرم في بعض الأحيان وتكره بعض الأحيان بدأ بالوقت الذي تحرم فيه لأن النهي ويرد صريح فقال فصل يحرم عليه صلاة النافلة عند طلوع الشمس أول وقت وعند طلوع الشمس يريد عند ظهور حاجبها أول ما لو كنت في الأفق ورأيت الشمس بعد طلوع الفجر طبيعة الحال وكذا ظهر أول حاجب الشمس عند ظهور أول حاجب الشمس صارت صلاة النافلة حرام صارت صلاة النافلة حرام تستمر هذا الحرمة مدام قرص الشمس يطلع يصعد يبدأ الحاجب يكبر نصف الشمس أكثر من نصف يظهر الحاجب الأسفل مدامت لم تستقل كلها كل القرص فصارت حرام حينما تستقل عن الأفق تصير صالاتناك مكروهة ستأتي وتستمر الكراها قيدة رمح حتى ترتفع عن قيدة رمح سيأتي تفصيلها في المكروهات هذا الوقت أصلت فيه حرام نحن الآن في البنيان البنايات والعمارات وما إلى ذلك من أين لك أن ترى الأفق فلهذا قال أستاذ العلماء إنما بالتقريب هذا الوقت هو ساعة وعشرين دقيقة أو نصف ساعة في بعض الفصول بعد طلوع الفجر يعني إذا كان الفجر على السادسة مثلا على السابعة إلى قدر حد السابعة أنت في الوقت السابعة وعشرين السابعة وخمسة وعشرين السابعة ونصف في بعض الفصول خارج وقته صارت الصبح ودخلنا في شرق الشمس في هذا الوقت أنه فيه حرام فلو أن فرض الإنسان لا قدر لا استيقظ في هذا الوقت لا يصل للفجر استيقظ ساعة ونصف ساعتين إلا عشرين دقيقة أو إلى خمسة وعشرين دقيقة أو نحو ذلك بعد طلوع الفجر بعد ساعة بعد وقت طلوع الفجر فيصل للصبح لأن الفرض لسا فيه كلام عرفناه لكن الفجر الذي هو أحد النوافل لا يصل حتى تستقل للشمس مرتفعة هذا الوقت الأول عند طلوع الشمس ثم قال وعند غروبها ما قيل في الشروق يقرر غروب حينما يبدأ أول حاجب الشمس الأذناء الأسفل يختفي عند الأفق بمجرد ما يختفي ذلك الحاجب الأذناء دخل وقت الحرمة يحرم على أي إنسان أن يصلي النافلة مدام الشمس تغرب إلى أن يبقى فقط حاجبها الأعلى ثم يختفي هو كذلك مدام باقي منها شيء بعد غروب الحاجب الأذناء باقي منها شيء الحرمة النافلة حرام حينما تغرب كلها وتختفي ثالة الحرمة وبقية الكراهة التي كانت قبل إلى صلاة المغرب كما سيأتي لأنك تعرف أن بعد صلاة العصر النافلة مكروهة 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 إلى وقت الغروب عنده غروب الحرمة سيتضح هذا أكثر لما نتكلم على المكروهات ونعطفها على المحرمات إذن قال عند الأوقات عند شروق الشمس وعند غروبها ثم قال وعند خطبة الجمعة مذهبنا أن خروج الإمام إلى الصلاة الجمعة خروجه من مقصورته يقطع الصلاة لو كنت كبرت وخارج ولم تعقد لك بعد وانت فاتحة تسلم يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام هذا قول بن الشهاب في الموطأ أو الإمام مالك في الموطأ يعني بن الشهاب إمام أهل المدينة يحكي عمل أهل المدينة فقال خروج الإمام يقطع الصلاة وكلام الإمام بمجرد أن يبدأ في خطبته لا كلام ولهذا جاء في تفسير الإمام القرطبي والإمام بن العربي الفاقير المالكي المالكيين عن مجاهد سنوين ابن عباس رضي الله وصالح عنهم جميعا أن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون نزل في خطبة الجموة وأن القرآن هنا من معانيه خطبة الجموة هي التي قصت ولأننا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان جل خطأ به القرآن الكريم فالاستماع الذي وجب بالنص الآية القرآنية على تفسير الإمام المجاهد شيخ المفسرين فالقرآن هنا مرض به الجموة والإنصات والاستماع الذي أمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه ينافيه الصلاة تنافيه الصلاة الكلام ولهذا مذهبنا أن إذا كان الإمام في المنبر يخطب ودخلت إلى المسجد تجلس ولا تصلي تحية المسجد ويحرم عليك أن تصليت حتى المسجد الإمام فوق المنبر يخطب ثم قال وعند ضيق الوقت مرد بالوقت الاختياري أو الضروري عند ضيق الوقت الاختياري تحرم النافلة لأنه ما الذي يحملك على أن تصلي النافلة التي تخرج الصلاة إلى وقتها الضروري التآثم وكذلك عند ضيق الوقت الضروري الذي ما يقول عند الضيق يعني الذي إذا أنت صليت النافلة خارج الوقت إما الاختياري وضروري هذا النافلة حرام هذا قوله عند ضيق الوقت أو بعد خروجه لمن عليه فرض كذلك خارج وقت الظهر تخلنا في العصر ضيعت هذا الصلاة ثم تقول الآن وصلي تحيط المسجد أو صلينا في الحرام حق الله أولى يهو الفرائد هذه أربعة أوقات ذكرها الشيخ رحمه الله زاد الشراح على الشيخ وقت آخر وهو عند إقامة الصلاة صاد جماعة بمسجد فيه إمام راتب يعني لو أنك دخلت إلى المسجد وأنت في الخطوة الأولى والثانية فقام أو المؤذن فأقام الصلاة طب أكبر الله أكبر صارت قامتك صارت وهي الظهر مثلا أي الظهر فردا وكنت ناوي أن تصلي تحيط المسجد فأقيم الصلاة تحيط المسجد الآن حرام وعليك أن تستجيب إلى إقامة الصلاة التي هي الظهر ولا إثم عليك بل الإثم لو أنك صليت نافلة عند إقام الصلاة لأن النهي وارد صحيح عن سيدنا رسول الله عيسى تسرم سأتماع عن الحديث الذي ينهى عن ذلك هذه الأوقات التي ذكرها الشيخ رحمه الله والتي يحرم فيها النفل ثم عطف عليها الأوقات التي لا يحرم النفل وإنما يكون مكروها فقال ويكره بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد ربح عرفنا في أوقات صلاة طلوع الفجر الصادق أذن المؤدن لنكون لغة بسيطة أذن المؤدن الثاني الذي فيه عندنا قوله الصلاة خير من النوم مع أنه طلع الفجر عند طلوع الفجر تكره كل النوافل سوى طبيعة الحال رغيبة الفجر هذا وقتها إذا طلع الفجر أذن وأذن تصلي ركعتين الفجر الرغيبة ولا تصلينا في الأثاني ولو كان وقت الصبح ما زال طويل لكن لا تصلينا في الأثاني استثناءات لابد أن تعرفها إن لم تكن صليت الويتران لك أن تصلي الويتران لأن وقته سيخرج بشروق الشمس بخروج وقت الصبح سيخرج إذن مادم تلم تصلي الصبح بعد وعليك الويتر لكن تصلي ما سوى هذين لا نافلة يعني ما كروها يكره الإنسان أن يصلي أي نافلة بعد طلوع الفجر غير ركعتين اللي وقتها اللي هي رغيبة الفجر قال بعد طلوع الفجر إلا أن ترتفع الشمس قيد رمح إذن لتتضح الصورة طلع الفجر لا نفل تصلي الصبح ولا تصلي نفلا بعد الصبح طبيعة الحال إلى أن يظهر حاجب الشمس نحن ذكرها الآن طلع الفجر صلينا الصبح النافلة مكروها ظهر حاجب الشمس صارت النافلة حارة كما مر في السابق الشمس كلها تطلع نحن في الحرمة استقلت كلها كل قرص الشمس ظهر في الأفق خالج وقت الحرمة ولكن رجعنا إلى وقت الكراهة الآن مكروها إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح رمح القدامة عن الأفق عن الأفق تستقل قرص الشمس يستقل عن الأفق قيد رمح الرمح هذا مقداره بالعين 12 شبرا هذا الشبر المطرها ارتفعت مدة قيمة 12 شبر عن الأفق لك أن تصلي هذا معيار القدامة الآن لتعرفة أنت في هذا الوقت مدة قيلة ربع ساعة 20 دقيقة الأسلم 20 دقيقة يعني بعد شروق الشمس كلها واستقلالها زد 20 دقيقة على ذلك الوقت حلت النافيلة خارجنا من الحرام والكراهة وهناك تصلى الضحى ويصلى عيدين وكل ما ماشيت من نوافيل إلى الوقت الكراهة الذي بعد العصر ثم قال وبعد فرض العصري إلى أن تصلى المغرب مذهبنا أنه حينما تصلي العصر بعد ثلاث العصر النافيلة مكروها تمتد الكراهة إلى متى إلى أن يبدأ قرص الشمس الأدنى في الغروب ببجرد أن يغرب سابقا ونشرنا إلى أنه ذاك وقته الحرمة إذن مكروها من بعد العصر إلى وقت غروب قرص الشمس الأدنى جاء ذاك الوقت صار الوقت حرام النافيلة عند الغروب شمس محرام غربت الشمس كلها وأذن المؤذين لصلاة المغرب مذهبنا أنه بعد آذان المغرب لا صلاة إلا صلاة المغرب لضيق وقتها مذهبنا معاشي المالكية أن النافيلة تحل لا بعد آذان المغرب بل بعد صلاة المغرب بعد الغوء بعد آذان المغرب تنتظر دقيقة وثلاثة اجتمع الناس في المسجد مثلا أو نحو ذلك تصلى المغرب بعد صلاة المغرب حلت النافيلة ذهب وقت الكاره والحرمة هذا قوله وبعد فرض العصر إلى أن تصلى المغرب ثم قال وعند آذان الجمعة للجالس دوما في العطف على المقروهات وعند آذان الجمعة للجالس تدقيق جميل جميل جدا صورتها أن إنسان دخل اليوم الجمعة دخل المسجد وهو ينتظر يعني بكر ليأخذ الأجر وهو ينتظر صعد الإمام إلى المنبر فأذن المؤذن لما أذن المؤذن للجمعة وهو كان جارس في المسجد قام بعد آذان المؤذن بشارة وقبل أن يتكلم الإمام وأرد أن يصلي أركعتين لبعدي كل آذان كما هو المعروف هذا مكروه 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 كراها شيدة جدا جدا وخاصة إذا كان الإنسان هذا ممن يقتدى به ما ده يفهم من هذا يفهم من هذا أنه لو لم يكن الإنسان جالس في الجمعة إنما كان قادم في الطريق ولم يرى الإمام ملتج كبير فصلى عندما كبر وصلى أذن المؤذن لصلاة الجمعة إذا هو في هذا الوقت أذن المؤذن فليس مكروه صلاة باعتبار أنه صلاها ابتدأها قبل آذان الجمعة فماذا ابتدأها قبل آذان الجمعة فلا كراها تفيد حينما كراها لمن كان جالسا وحينما آذن قام ليصليها ركعتين وكما قلت محل كراها إذا كان يقتدى به هذا التأكيد قاوي من عند سادتنا العلماء أو كان يظن أنها سنة ونحب ذلك لماذا ذهبون أن آذان الجمعة ليس بعده صرات رابعا قال وبعد فرض الجمعة في مصلاها من مكروهات كذلك أنه إذا صلى الجمعة فيكره له أن يتنفل في المصلاة قال وبعد فرض الجمعة في مصلاها وقوفا عند النص قوله سبحانه فإذا قضية الصلاة فانتشير في الأرض وابتعوا فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفليحون فجاء الأمر بالانتشار فإذا النافلة تكون بعد الجمعة تكون في بيتك أما في المسجد فليس عندنا نافلة مكروهة وليس عندنا نافلة بعد صلاة الجمعة ثم أضاف شيئا هاما فقال ولا تكره عند وقت الاستواء يعني وضح أن مذهبنا أن عند استواء الشمس في وسط السماء يعني عندما تكون الشمس في وسط السماء في قلب السماء قبل أن تبدأ نحو تبدأ بالزوال نحو الغروب هذا الوقت عند غيرنا كره فيه النافلة مذهبنا لا تكره النافلة في هذا الوقت وله أن يصلي منها مشهة تكلم رحمه الله تعالى عن الأوقات المحرمة وعن الأوقات المكروهة ولم يتكلم عن ما العمل إذا كان الإنسان صلى في هذا الوقت المحرم أو صلى في هذا الوقت المكروه نوضح هذا فنقول من أحرم أي قال الله أكبر لا تكبر لحرام من أحرم بصلاة النافلة وقت النهي قطع ولو عقد ركع يعني لو أن إنسان صلى أحرم الكبير وقرى الفاتحة وعقد ركع الأولى هو فرقة الثانية ثم انتبه أن هذا الوقت الذي يصلي فيه هو هذا النافلة وقت منهي عنه يقال له أقطع صلاتك لأنه لا يتقرب إلى الله بشيء نهى عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن كل هذا منهي عنه بالصريح في مذهبنا وجله متفق عليه غروب الشروق من حول ذلك إلا أن في القطع تفصيل قالوا إن كان الوقت وقت كراه فيستحب له أن يقطع يستحب بمعنى إن لم يقطع لا شيء لأن الوقت وقت كراه أما إن كان الوقت وقت حرم فيجب عليه أن يقطع لأنه في شيء حرام الآن إذا ولو عقد ركعة والشمس والشرق عند شرق الشمس أو عند الغروب مثلا وعقد ركعة في وقت الحرمة لا في وقت كراه وتذكر بعد عقد ركعة يسلم ويخرج من الصلاة تلك ولا إثم عليه باعتبار أنه كان مؤناسيا أو نحو ذلك إن تعمد فعليه الإثم لأن النهي صحيح هذا هو بخوجه المختصر أوقات الحرمة وأوقات الكراهة وماذا يفعل من دخل في الصلاة وأحرم في وقت الحرمة أو في وقت الكراهة هذا والله رسوله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي على نبينا وحماد الهاتي دور المدينة حماد الهاتي دور المدينة